مستمر عن الرياضة والزمالك فدع كاس مصر بخسارة أمام بيرامدز بدربات الجزاء عشان يتأهل بيرامدز لنهائي وينتظر الفائز من مباراة الأهلي واسموحة اللي هتتلاعب النهاردة خلينا نتكلم أكتر عن ماتش الزمالك وبييرامدز كمان مباراة النهاردة بين الأهلي واسموحة مع عثمان إبراهيم الناقد الرياضي عثمان منورنا وضيف عزيز دعالينا دايما في صباح الخير يا مصر يعني صباح الخير لكم جميعا طبعا صباح الخير يا مصر والواحد بقى الفرحان هو موجود هنا طبعا التلفزيون المصر دي معز خاصة عند كل الناس مش في مصر بس حتى في العالم العربي يعني حاجة مشرفة جدا جدا وكمان الشكل الجديد بقى له فترة حاجة عاملة شغلة عالية جدا جدا سواء على سواءك وعلى يعني كل البرامج كمان بداية من صباح الخير يا مصر ومرونا بقى بكل برامج اليوم إن شاء الله شهادة نعتز بيها بس خاني بقى اروح معك للزمالك قبل ما اتكلم عن الزمالك وفيرمدز ايه اللي حاصل في الزمالك واللعيبة والسوارة اللي على السوشيال ميديا والكلام اللي عليها ولعيبة هتدفع غرامة وقصة كده احكيها لك يعني من المختصر المفيد في حالة من عدم الاستقرار بشكل واضح والكلام ده حتى الجمهور حاسس به يعني اكتر حد بيدفع ضريبة الكلام ده هو الجمهور لانه الجمهور هو الوحيد اللي في المعادلة اللي مش مستفيد يعني جمهور الزمالك او اهلي او اي نادي في العالم بيحب يشوف نديه وبيفرح بنتاج نديه لما يكون بيكسب الفترة اللي فاتت او السمالات اللي فاتت اللي لعبت الزمالك عملوا اداة كويس جدا فازوا ببطلات اخرها لسه الدوري والكاس في اخر موسم مع نفس الجهاز الفانيش يزولده كنا وقصوتين جدا ده كان ظروف اصعب انه كانش فيه قيد وبالتالي تم تصعيد بعض اللي عبين النشئين والشباب اللي عملوا طفرة قوية جدا جدا منهم مثلا حسام عبد المجيد اللي دخل متخب مصر في الفترة اللي فاتت مع فيتوريا اه بعد كده ممكن استبعد في اخر المعسكر لكنه لعب موجود ومرشح لمتخب مصر الاول والاولمبي ومتخب الشباب حاجة محترم جدا جدا ده مثال وسايد عبدالله وفي يوسف قسام النبيه والعيبة كتير جدا وعيدة لما قدت فتح الزمالك جاب حوالي ممكن في الفترة الاخيرة العيبة كتير جدا جدا ما يقرب عن عشر صفقات فالناس توقعت ان المواضع هيبقى افضل ان انت جاي فيه صفقات هتصد عندك في بعض المشاكل في بعض المراكز هتصدها لكن فجأة يحصل الانهيار في النتائج ممكن من بداية عشرين تراتة وعشرين الزمالك لهم يحقق اي فوز ممكن خسارة في الدوري وتعدلين في الدوري وماتش مبارح بتاع برامدز برضو اعتبر في نتيجة كورة القدم تعادل وتحسن بالركلات الترجيح البعض لو جينا قبل ماتش برامدز لو قلتي مين يفوز الناس اقول لك خمسين خمسين ان برضو برامدز فرقة كبيرة جدا فرقة تقيلة اه بنتقاش موفقة في المتشاط الكبيرة قدام الاهلي وزمالك تحديدا بشكل واضح ممكن يخسروا نتائج كبيرة اخرها امام الاهلي تراتة صفر وقبلها لو نفتكر الزمالك كان برضو تراتة صفر جنش كبالة اللي كان من افضل هدف الدوري اللي حصلت اللي وجاوه في اخر الدقيق فبعض ممكن يقولك اه زمالك ممكن يكسب اقرب شوية او ممكن برامدز يكسب لان فيه لعيبة كبيرة لعيبة خبرات لعيبة دولية دلوقتي برامدز بقى عنده زي الاهلي وزمالك في المتخب تلاقي مثلا خمسة او ستة من اهلي وزمالك وتلاقي برامدز عنده خمسة او ستة في المتخب مصر فاذا هو فريق كبير فده كان قبل الماتش ولكن المعطيات في اول اتناشر دقيقة كانت تقول الزمالك هفوز بسهولة هدف مبكر الزمالك لحسن عبد المجيد كده عدد اسا بنتكلم عليه بعدها برطاقة حمراء اللي علي جابر مدافع برامدز يوم برامدز مضطر ان هو طالع عبدالله السعيد اللي الناس كنت بتقول عليه افضل صانع العاب في المصر حاليا عشان طبعا لازم ينزل قلب ادفاع تاني فبشيكو قرر او فكر ان عبدالله السعيد ربما يكون اللاعب الاكتر بطءا في اللعبة كلها فانا محتاج حد سريع لاني برعب عشر لعبين اه عبدالله سعيد لعب كويس وبقب على كرة كويس وبوزع كرة كويس ولكن وجوده هو حسبها كده ان هو وجوده فظل ان تلعب منقوصا من لعب لو طلعت واحد سريع او واحد شاب هيبه موضوع اسوأ فطلع عبدالله السعيد اللي طبعا كنتنا شفناه بروح لقط اللبس ما عادش مع بقية اللعب على زميله على مقاعد البودلاء ونزل سنتر باك تاني او قد بدفع تاني عمل توازن فرقة برامدز رجع هنا بقى هنا خلينا نقول ده مفاجأة ان الطبيعي السيناريو في اول اتناشر خمساشر دقيقة الزميل القرص ده يفوز وبسكور تقدم بهدف طرد اللعب مهم جدا في برامدز تغيير لاهم اللعب في برامدز بموضوع شبه انتهى المفاجأة ليه؟ برامدز بعشر لعبين يكمل حوالي لو حسبنا الوقت الضايع كمان او الوقت بدل الضايع لعبوا مية واحد وعشرين دقيقة يعني ساعتين بعشر لعبين قدام الزمالك حد عشر رجعوا في النتيجة بات واحد واحد واهضروا بعض الفرص كمان كممكن كافير انهم اتقدموا طب هو ليه بقى ما استغلش النقص العدد الطرد جيه في الديقى عشر زي ما انا اه يعني كان عندك كمان فرصة ان انت تقدر تضغط وتقدر تحقق هو استكملا ان حالة فيه حالة مش عايز اقول تواهان او عدم استقرار في حاجة غلط يعني هو في حاجة غلط جوه الفريق لسه محدش عارف قدام فريق عدده اقل من عددك اكيد فيه تفوق عددي وكمان تفوق فني لان زي متحكمل شوية ان قلب الدفاع الاساسي في بيرامدز لو هو علي جابر لو هو لعب دولي تم طرده عبدالله السعيد لعب مهم جدا جدا خرج من الملعب استبدال التراري عشان تعدل من فريق بيرامدز يعدل منه ومع ذلك ما حصلش اي طفرة فنية الناس حسط بيها هل المشكلة في الجهاز الفني هل المشكلة في اللعبين محدش شخص عالف المشكلة فيها ايه ده تحليك لمبارات مبارح انا بسألك على زي ما انت قلت كده دلوقتي في حالة تواهين في حاجة غريبة يعني انا شوفنا هو اللعيبة اللي كانت على السوشيال ميديا اللي راحوا مركز معين عشان مش عارف ايه اللي يحصل قبلها كان فيه مشكلة وكلام عن وجود منشطات وما الى ذلك وقبلها موضوع اللعيبة اصلا اللي مش موجودة ايه اللي بيحصل هم نتكلم على الزمالك اه طبعا اكيد الزمالك فرقة كبيرة وزمالك مشوية واخدين بطولات يعني فرقة جاية من بطولات وتم تدعمها فالكلم منطقي ان هم يظهروا بشكل اكتر جوما مبدأين ايه اللي حصل مع اللعيبة دي برضو وشان مشاهدين يكونوا عارفين هو حتى هذه اللحظة سواء احمد فتوح او عبدالله جمع مبدئيا موضوع من المنشطات وخلافه اللعيبة بتتمرن في النادي اه ما بيظهروش في قائمة الفريق ولا مرة من ساعة هذه الازمة اه كلام بقى متداول عمله عينة او لا لا بس ناخد بالنا ان الموضوع فعلا سمع جامد برا بدرجة انوصل لللجنة الدولية المكافحة منشطات فبلغت اللجنة المصرية اللي هي الممثل لها هنا انه لازم يتعمل تحليل للعابين طبعا اللجنة المصرية على الفكرة عشان برضو البعض بيخلط هو يعملوا ليه ده هما الناس دايما ربطوها بقصة الالعاب الفردية زي رفع الاسقال وخلافه المشكلة كتتحصل للمصر قبل كده لا لجنة المكافحة منشطات مسؤولة تماما عن كل الرياضات عن كل اللعبين وعلى فكرة اللعب بيلعب ما بيلعبش من حق اللجنة تبعت رسالة رسمية لاتحاد التابع لي وده حصل مع اتحاد الكورة ان احمد فتوح وضالة جمعة عميله التحليل كلام متداولة قائمة الزمالك خلالة فترة جاية لحد ما تظهر النتيجة بتاع التحليل وهي بتاخد وقت قد يعني بالكتير من اسبوعين لتارت اسابيع هتكون النتيجة ظهرت بشكل كبير لو لا قدر الله ده ممكن يخليهم يفقدوا مباريات قادمة مباريات مهمة انت بيرامة زي مباريح مش موجودين على الأقل لحمد فتوح حمد فتوح ظهير ايسا متخب مصر ده الباك الشمال الاساسي الاساسي انت بيبقى مرشح الباك الاساسي المتخب مصر للشمال هو احمد فتوح الزمالك بفتقد خدماته وكزا ماتش بورا بعض مباريح بيرامة زي موجود ماتش القمة المسابت الجاي اهل وزمالك مش موجود لعب مؤثر اه عبد محامل عبدالشافي لعب كبير لعب محترم لعب جيد جدا جدا ولكن فتوح عنده امكانات اكبر بكتير كمان فرق السن كبير عبدالشافي طبعا زي مولنا محترم وقوي كل حاجة ولكن اكيد عامل السن بيفرق لدرجة ان احيانا بنشوف دي ده بيغيره وينزل اللعب مش باك شمال اصلا عشان خاطر يسد هذه الصغرى او هذا المكان بسبب الظروف اللي حصل في الفريق وعبدالله جمعة هو البديل لتحمد فتوح كباك شمال برضو مش موجود جي بعدها على طول يعني المفروض لما يكون فيه ازمة او فيه مشكلة او النتائج متراجعة الناس بتعفل على بعضها والناس تتكلم مع بعض شفتين المشكلة وتحول تحلها فجينا كابتن السامنة به يعتذر عن استكمال مهم ويرحل مبارح بعد المباراة كابتن احمد عبدالماسود بيرحل مساعد المدرب التاني في جهاز الفني للزمالك فوضح المشكلة مش بس عند اللعبين لا فيه مشكلة في جهاز الفني اكيد بنبارك لكابتن حسان ياسر المحمدي مدرب الفين وتلاتة في الزمالك اللي تم تصعيده يكون مساعد في جهاز فريرة طبعا انت قابليه كابتن اسماعيل يوسف بنباريكلو طبعا هو المدرب المساعدة من النوم التوفيق طبعا طبعا اكيد من النوم التوفيق ولكن المهمة صعبة ولازم ان الفرقة يتقفل عليها بشكل كويس وفي وقت الناس تقول تقفل على الفرقة وتشوف المشاكل عشان تتحل والنتاج تتحسن انتفاجئ زي ما حالك قلت من شوية موضوع السوشيال ميديا من بعض اللاعبين وصور اللي مش في وقتها تماما انك تعملها في ظل ان الفرقة نتائجه متراجعة وبالتالي يعني حصل انتقاد بشكل اكبر والناس بدأت تربط الاحداث ببعضها والكلام ببعضه رحيل اتنين من جهاز الفني تراجعوا للنتائج صور على السوشيال ميديا غرمطها اللاعبين قصة المنشطات فالناس بدأت تربط كل ما بعضه فده السبب في اللي حصل في نادي الزمالك حتى هذه اللحظة او هذا السقوط الفني مع بداية عشرين تلاتة وعشرين خسارة في الدوري حوالي سبع نقاط من تسعة في اول تلات منشاط بعدها كمان توديع كاس مصر اللي هي بطولة مفضلة لجمهير الزمالك وفريق الزمالك للسنوات الاخيرة خد معظم بطولات فيها ممكن سبعة في اخر عشر سنين رقم كبير جدا جدا انك تخسر من برامدز مش عيب ولكن السيناريو اللي حصل كان المفروض نوعه بقول فوز سهل للزمالك ولكن انقلب السحر على السحر وتفاجئت ان الزمالك يخرج على ايد برامدز برقم الترجيح وكمان اللي ضيعه رقم الترجيح مين؟ اكبر اتنين في فرقة واكتر اتنين نجوم في فريق زيزو اللي هو نادر لما ضيع رقم الترجيح وكمان شكبالة وتقلق طبعا احمد الشيناوي اكيد لازم تحياة كبيرة لي حارس برامدز وحارس زمالك السابق واحد من الحراس الاقوية جدا جدا في تاريخ مصر اللي هو اثر شوية بحق نفسه في فترة من الفترات ولكن اتمنى لسه قدمه فرصة يرجع مرة تانية مع برامدز وكمان يخش المنتخب نتمنى له ان هو يرجع ويستعيد تذاكرت اتقلق مرة اخرى احمد الشيناوي واحد من الحراس الكبار جدا 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 والموهوبين اللي حرام يضيع موهوبته خلال السنوات الفضلة لي في المرأة طيب وحنا بنشوف البطولة دي بنشوف اندية زي ما قلت كده زي فيوتشر وبتطلع واندية كبيرة جدا بتهبط ماتش الاهلي وسموحة حينطبق عليه نفس اللي حصل مع الزمالك وبتطلط المفاجئات يعني مفيش فيها كبير وصغير وارد جدا تلاقي فرقة صغيرة بتسعد وتوصل وتوصل لحد النهائي سموحة عنده طموح زي الاهلي هارجع اقول زي ما قلت قبل النبرة الفرص هي خمسين خمسين يمكن كمان الاهلي عنده بعض العقبات شوية في عدم توفيق واضح جدا للخط الامام والهجومي ومارس الكولر قالها بكل صراحة انا عندي مشكلة في الهجوم الفرقة بتصنع فرص ولكن لا تترجم هزي الفرص لهدف نحا التانية سموحة منتشي في الفترة الاخيرة وفوز وهدفين لحسام حسن اللي هو جاي من الاهلي عارل سموحة اول لقاء يجيبها هدفين والمراضي هيلعب الاهلي نفسه فالمباراة فيها بعض الحاجات اللي هي العاطفية شوية أو بعض المشاعر اللي هي كروية هتحصل خلالها هذا اللقاء هنشوف ايلا هيحصل طبعا وكمان زياد طار اللي سراح من نادي الاهلي برضو موجود في نفس الوقت خارد عبد الفتاح اللعب سموحة لانتقل الاهلي بالمناسبة هو موجود في القائمة لكي ان الاهلي بقى له فترة مش بيعلم قائمة المباراة لانك قائمة الاهلي نقضى فيها مفاجآت يعني رهيبة هنتشوف بقى السفقات الجديدة غير كهرباء يعني فيه كهرباء الكهرباء موجود في فندق بالفعل طبعا احنا عرفين الفرقة بتروح فندق معسكر ليلة المباراة كهرباء موجود في فندق مع لعبين يعني هو موجود في القائمة وفقا للمعلومات الواردة لنا خلدا ابدأ فتاح الباك اليمين اللي جاي من سموحة اعارة وبنية الشراء في نهاية الموسم موجود في القائمة مروان عطية اللي جاي بنتحس كندري موجود في القائمة وقد تكون ليه فرصة لمشاركة خصوصا ان عمر السلية تصاب مبارح تصاب خفيفة فتم استبعاده من اللقاء سكولر قالك مش هغامر به في ماتش الكاس انا عندي ماتش الزمالك ومن سبت الجاي والسلية لعب مهم فمروان عطيه موجود وفيه كلام من كريستو اللعب التونسي الجرح الايمن 19 سنة برضو متواجد في القائمة فاعتقد هتبقى فيه مفاجأات صارة كتير لجمهور الاهلي كمان ان طهر محمد طهر تم شفاءه بالفعل وربما يكون ليه فرصة برضو في هذا اللقاء او يتم تجهزه ماتش الزمالك برس تاو خف ولكن مش هزهر النهاردة ولكن قد يكون مفاجأة في ماتش الزمالك ففيه بعض اللعبها كتنصابها بترجع وده حاجة كويسة النادي الاهلي وفيه لعبها اصابة جديدة زي عامل السلية ولكنها اصابة خفيفة ربما تكون فرصة للصفقات الجديدة انها تخش في ماتش النهاردة وتظهر امام جمهور النادي الاهلي ولكنها هتبقى مغامرة ما اعتقدش ان كولر هيبدأ بيهم عشان ما حصلتش حرق الكروت بدري مباراة اكيد خروج مغلوب مفيش فيها الزر المباراة قدام سموحة فيه تكتل دفاعي كده طبعا كتنطرق العشري كتنطرق العشري كتنطرق العشري على فكرة البطولات اللي خادك هتحساب الاهلي دي نقطة برضو مهمة جدا جدا وخلي بيكمل حاجة ان برامز الصعب للنهائي اكيد برامز اخف من الاهلي وزمالك فانا بقى عندي طموح كنادي سموحة لو تخططت الاهلي يبقى عندي فرصة كبيرة جدا جدا ان انا اخد بطولة الكاس من برامز يبقى عندي فرصة كبيرة لا وعد ده شوت كبير او يعني مش طريق طويل وما فيش زمالك يعني تلعودية الاهلي وهتلاقي زمالك اللي عملها تبقى صعبة انك تعدل اتنين في نسخة واحدة ولكن لو تخططت الاهلي وقابلت برامز اكيد الوضع هبقى اهدى شوية واقل شوية حدة فربما يليك فرصة اكبر ولكن نتكلم من منطق ان النادي الاهلي هو الاقرب للتقاهل لنهائي كاس مصر وبالتالي هيتم تأجيله النهائي عشان الاهلي هيكون بريد استعد الكاس العالم الأندية في اول فباري اللي جاي وطبعا الناس كده نعارف الجمهور الاهلي تحديدا شاغل دماغه جدا من موضوع كاس العالم الأندية ومين المهاجم اللي هيجي للأهلي خاصة ان اليام الأخيرة كان فيه كلام كتير وصفقات رايحة وصفقات جاية واسماء كتيرة انتشرت كان عزيزي عقوب بالفعل لمهاجم ريا وقافي قبقى وسينة وقدنى من مهاجم للأهلي لولا تعصر المفاوضات لما الأهلي فكر ياخدوا اعارة ستة شهور بين نية الشراء النهائي أو بايع النهائي لكن الفريد برتغالي رفض الكلام على كده طبعا كان عن جاكسون موليكا المهاجم بشكتاش التركي ولكن الفريد التركي يعني طالب فلوس كتير جدا جدا وعلى فكرة الفريد التركي دلوقتي بيتفاوض مع تنين مهاجمين ربما لو ضم واحد منهم يقلل شوية الميزانية المطلوبة ونلاقي موليكا القرب تاني من الأهلي ولكن المفاجأة في الساعة الأخيرة رجع الكلام تاني على اللابا كوجيو اللي هو مهاجم التجولي في العين الإماراتي ربما برضو يكون في الصورة ولكن وبشكل شبه مؤكد النهاردة الثلاث ماتش القمة السبت قبل يوم السبت الأهلي هيعلن عن المهاجم الأفريقي اللي هيدومه للفريق خليل الفترة الجاية ونسا تقول طب هما مستعجنين ليه ده لسه فيه وقت وممكن يتقايت عشان كاسع الملقندية لا هو الفكرة كولر عايز اللاعب عشر تيام أسبوعين معاه قبل كاسع الملقندية عشان يبقى اللاعب جاهز ويخش مع اللاعبين في البطولة العالملقندية الأهلي عنده ومحة فبراير إن شاء الله يتخطى هذه العقبة هلعب سياتل ساوندرز الأمريكي بطن الأمريكية الشاملية لو تخطى هذه العقبة هنستنى المباراة كبيرة بقى الأهلي وريال مدريد هتبقى مباراة عظيمة جدا 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 أكتر فريم وطوق في أفريقيا بدار الأبطال أكتر فريم وطوق في ربا بدار الأبطال عطاقة تتأميرها مرتقبة ويبقى لها صدع علامي كبير جدا 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 فأكيد اللعبة برضو نفسها بتحلم توصل لهذه المرحلة وربما الأهلي يكون بيلعب أو بيضغط بكارت كاسر عامل الأندية اللي جاله كده هدية من السماء عشان يقدر يجيب أكتر من صفقة سواء المهاجم الأفريقي اللي هو خلال إن شاء الله الهاتف جايين كمان في جناح تحت السن هيكون أجنبي خلال هذه الفترة اللي جاية أعتقد كلام مهمه كبير جدا جدا للأهلي ولكن المرحلة الأولى عاوزة تخطى سموحها ثم مجرورات القمة أمام الزمالك وبعدها يفكر في كاسر عامل الأندية هي كلها بطولة مفاجآت على أي حل طبعا بننتظر النتائج شكرا لك إنها قد رياضي وعسلان إبراهيم نورطين النهاردة في السودي صباح الخريم شكرا لكم